في هذه الأيام من العام 2020 انكشفت نوايا وأطماع دولة الإمارات الرامية لاحتلال سقطرة والسيطرة عليها عبر دعم ميليشي الانتقالي للانقلاب على الشرعية وترد قياداتها فمنذ ثلاث سنوات من سيطرة ميليشياتها على الجزيرة عاملت الإمارات بشكل حثيث على تنسي المعالم اليمنية وتنظيم فعاليات وأنشطة لا علاقة لها بالهوية السقطرية بهدف فصلها عن محيطها اليمني بالإضافة إلى قيام عناصر تتبع أبو ظبي بشراء مساحات شاسعة وتملكها دون رقيب أو حسيب عملت الإمارات بشكل حثيث منذ ثلاث سنوات على فصل سقطرة عن إدارة الدولة اليمنية وأنشأت قواعد عسكرية ومراكز استخباراتية وقامت بتسيير رحلات جوية لخبراء وسياح أجانب بتأشيرات إماراتية دون علم الحكومة الشرعية ثلاثة أعوام من تجريف الإمارات وميليشياتها لهوية الإنسان السقطري عن محيطها اليمني وعبت شركات الصيد التابعة لأبو ظبي بالبيئة البحرية في الأرخبيل دون أي تحرك رسمي من قبل الشرعية من أجل استعادة الدولة من يد ميليشيات الإمارات التي عملت على تقويض السيادة اليمنية واستبدالها بما يناسب مشروعها الاحتلالي ثلاث سنوات من عمر الانقلاب على السلطة المحلية تضاعفت فيها أزمات الجزيرة وتحولت سقطرة الخالية من السلاح إلى بؤرة عسكرية وتجمع للقوات الأجنبية التي تعبث في الجزيرة سيطرة ميليشي الانتقالي على الجزيرة تسببت أيضا بارتفاع أسعار المواد الغذائية معضلة أخرى عهن منها الأرخبيل إذ يشك السكان في سقطرة من غلاء المواد الأساسية تارة واحتكارها من قبل التجار لبيعها بأسعار باهظة تارة أخرى مع كل ذكرى للانقلاب يطالب المواطنون الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بالتحرك السريع لإنقاذ سقطرة من ميليشي الانتقالي التي عملت على تكريس حالة الفوضى والقانون وحولت الجزيرة إلى ثكنة عسكرية ونهبت خيراتها وثرواتها